متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة احكلمكم عن سبيس داخل هاجنج فيس من السبيس الممتازة جدا وليتقدر تستخدمها بشكل مجاني هذا السبيس اسمه ومن اسمه كده هو بيستخدم نموذج أو قائم على نموذج وكمان هو متخصص في الادت للانجل يعني بيدي كنترول على الكاميرا انجل داخل الصورة يعني احنا سمعنا موضوع الكاميرا انجل في بناء الفيديو لكن داخل الصورة ده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة كل اللي عليك ان انت هتخش على رابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو ونبتدي نرفع الصورة ونزبط الكاميرا كنترول ويطلع لي الامر الخاص بالصورة النهائية ولكن قبل اي شيء تعالوا نبص على الكاميرا كنترول عشان تقدر تعرف ازاي تستخدمها اولا تعالوا كده نشوف العناصر الخاصة بالتحكم في الكاميرا اول حاجة انت عندك حاجة اسمها روتيت رايت ليفت ديجريز روتيت رايت ليفت ديجريز اللي هو الدوران يمين ويسار ده خيار بيساعدك ان انت تتحكم في زوية دوران الكاميرا افقيا حوالين شخص فتخيل كده شخص موجود داخل صورة معينة وانت عايز تتحكم في زوية دوران الكاميرا حوالين الشخص اللي جوه الصورة انا متخيلا الموضوع ممكن بالنسبة لك يبقى غريب ولكن حقيقة انا بس بوريك الذكاء الاصطناعي وصل لحد فيه الحاجة التانية ان انت تقدر تنقل لليمين او اليسار بحيث ان انت تصور المشهد من جانب مختلف minus 19 اقصى دوران لليسار plus 19 اقصى دوران لليمين zero الشخص بيكون موجه مباشرة بزاوية مستقيمة قدام الكاميرا طيب الحاجة التانية وهي move forward move forward هو close up التحرك نحو الامام عايز لقطة قريبة وهو بيتحكم في مدى اقتراب الكاميرا من الشخص القيمة zero المسافة عادية القيمة 10 يبقى انت وصلت الاقرب لقطة close up كلما زادت القيمة الكاميرا اقتربت اكتر وظهر الوجه او الفجر بتاع الشخص بشكل اكبر في الصورة بالنسبة ليه vertical angle الbird warn زاوية ارتفاع الكاميرا من الاعلى لاسفل تحكم في زاوية الكاميرا عموديا دعني هنا الكنترول ده بيتحكم في زاوية الكاميرا عموديا لو bird view اللي هو minus 1 منظور من الاعلى يعني الكاميرا كده فوق الشخص وبتبص الاسفل اما لو انت اخترت warm view اللي هو plus one منظور من الاسفل الكاميرا اسفل الشخص وبتبص الاعلى zero ده مستوى العين طب نيجي بقى لل wide angle lens لو انت هتعمل عليه علامة صح دي معناها عدسة واسعة لو فعلت علامة الصح دي الكاميرا هتلتقط مجال اوسع من المعتاد يعني هتقدر تلتقط المجال اللي حوالين الشخص البيئة اللي حوالين الشخص عشان تضي عمق وتباين بصري خد بالك الموضوع ده في بعض الاحيان ممكن يخلي الاطراف بتاعة الصورة مشوهة شوية ولكن ايه احنا ممكن نشوفها على حسب النتيجة نقدر نتحكم في الموضوع ده طيب دلوقتي احنا هنجرم مع بعض بقى ونشوف الموضوع ده بشكل عملي على مجموعة من الصور ونشوف ال control اللي احنا هنعمله داخل الصورة هيتم ازاي اول حاجة هبتدي ان انا اروح ارفع الصورة بتاعتي صورة زي دي مثلا الشخص فيها بيبص ناحية الشمال انا عايزة الشخص يبص ناحية اليمين فحبتدي ان انا هنا اعمل rotate right to left مثلا بزاوية ممكن اخلي الزاوية هنا 45 move forward close up زي ما انت شايف كده التغيير بتشوفه هنا عشان لو عايز تعمل edit تاني بعد كده حبتدي ان انا اقول له move forward close up اهو زي ما انتو شايفين كده ازود شوية close up vertical angle ممكن اخليها minus one وتعالى كده نشوف الصورة النهائية هنا حتبان معايا عاملة ازاي هو اي تحديث انت بتعمله هنا او اي حركة انت بتعمله هنا action بيبانى عندك هنا بص بقى المنظر لو خدت بالك انا هنا مختارة rotate right بزاوية 45 هنا left بزاوية 45 move forward يقرب شوية ونفس الوقت vertical angle بشكل رأسي احنا اتفقنا ان الbird view زي ما احنا شايفين كده كأن فيه يعني ايه تصوير من اعلى فبيكون هو ده الشكل وحبتدي هنا اخلي rotate left في النص لا شمال ولا يمين زي ما موجود في الصورة وهنا هخلي rotate left زي ما احنا شايفين تبقى في النص الشخصي لا بيبص شمال ولا بيبص يمين ممكن فيه close up ممكن ابعيده شوية عشان اقدر اشوفه بس وادي الشكل هنا ده warm view زي ما احنا شايفين كده من تحت كأن الكاميرا تحت وانت بتصور الشخص من فوق العكس اهو هنا كأن الصورة متاخدة من فوق زي ما احنا شايفين ممكن كمان نغير خالص degree وال rotate تعالى نشوف كده النتيجة النهائية هنا لما بعمل generate اعتقد ان هو بيدمج كل التغيرات في الصورة نفسها هنشوف دلوقتي مع بعض هنا rotate right بزاوية 90 move forward close up انا بخليها zero مش مقرب يعني ممكن اخليه كده مثلا بياخد شو وقت زي ما انتم شايفين عملية التغيير هنا vertical angle نشوف الشكل لما اعمل generate هالموضوع هيختلف ولا لأ هنشوف مع بعض هو اعتقد ان لو احنا يعني غيرنا في شوية حاجات في advanced setting width وال height يعني ممكن اتحكم كمان اخليه مثلا 1920 والwidth اخليه 1024 guidance scale هنا مدى يعني بالزبط ان هو يبقى تبكى المقارب للصورة ممكن ارجع تاني احركه كده في النص ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي المفروض ان هو ما يتبعش الصورة الاساسية لو انا حركته كده هنا seed لو انت عندك reference صورة reference بتحط ال seed بتاعها هنا هبتدي اقول generate شوف كده النتيجة هنا في error معرفش ايه السبب لما لعبت في advanced في error ولكن زي ما احنا شايفين هو بيعمل edit عالصورة عشان كده هو بيستخدم image edit وفي نفس الوقت فيه تحكم للobject الرئيسي اللي هو الشخص مثلا هنا هو detect الشخص ما ينفعش ان انا برضو ان انا ادي صورة اعتقد فيها اكتر من شخص كده تقدر تتحكم في حركة الشخص جوه الصورة بالشكل ده بالشكل طبعا افضل بكتير لو انت استخدمت edit العادي على الصورة اختار صورة زي دي وهنا هخلي الشخص يتحرك شوية ناحية right to left degrees كده اتحرك ناحية اليمين 45 اعتقد move forward close up ممكن ازود ال close up شوية وvertecal angle ممكن اخليها هنا من تحت الفوق هي واحد يا minus واحد تعال نشوف wide angle length مرة دي هفعل wide angle length وحدوث generate ودي الصورة النهائية الاوتبوت image بتبتدي ان انت تعمل لها download من هنا هنا تقدر ان انت تشوفها بالfull screen زي ما احنا شايفين ايه دي صورة ثالثة ال close up ممكن اقرب شوية هغير ال rotate هخلي minus one wide angle دوث generate دي الصورة هجرب كده create video between images مفروض هنا بيجنري video هدوس عليه كده شوف هيعمل ايه ممكن يكون هيعمل animation ما بين السين الاولاني والسين التاني يعني ده اللي انا فهمته فحنشوف دلوقتي مع بعض هل هيولد لي الفيديو ولا لأ نشوف كده مع بعض تعال كده نعمل download ونشوف مع بعض الفيديو ادي اللي هو animation يعني ثانيتين بصراحة مش هو ده المهم اوي انا بصراحة اللي عجبني اكتر الجزء المتعلق به اتحكم فيه الكاميرا انجل بصراحة يعني وقدينا برضو شوفنا ال advanced setting مش بتشتغل دايما يعني هنجرب كمه مرة كده نحن نغير aspect ratio برضو يعني ممكن نغير aspect ratio تبقى 1900 تعال كده نشوف generate لا فيه error فيه مشكلة هنا في advanced setting ولكن بشكل عام النموذج كويس ده بالنسبة اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا النموذج استخدموه بشكل مجاني واستخدمته كتير كمان وما كانش محدود زي استخدام بعض يعني بعض بتكون محدودة بشكل اكيد برضو هتوصل لنقطة هيكون فيها محدود ولكن هتقدر تستخدمه لفترة طويلة الجميل كمان ان البرومت بيظهر عندك هنا فانت بتقدر تاخد الامر وتعمله مثلا على صورة تانية يعني افترض ان انت صورة تانية عايز تعمل فيها نفس البوز ده او عايز الكاميرا الانجل بتاع الكاميرا بالنسبة للشخص الموجود والعنصر الاساسي بشكل معين فممكن تاخد الامر وزين بقولكم في نهاية كل فيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة لو كنتوا بتشفون اول مرة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو متابعينا الاعزاء متنساش لايك وشير وكممنت ادومتهم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته